السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلم بكم أحبتي من جديد مازلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا نأرضها نتكلم عن تفسير رؤية الجرجير في المنام طبعا معروف بتحييالي انه ما لهش اسماء تانية يعني الجرجير هو الجرجير مش عاربه اذا كان له اسماء تانية او لا رؤية الجرجير في المنام نهاردة هنتكلم عن الجرجير الأصفر وأكل الجرجير والجرجير الكبير او حتى شراء الجرجير الجرجير الأصفر في المنام هذه الرؤية يعني سبحان الله العظيم من الأشياء النادرة جدا لما نلاقي اللون الأصفر في المنام من الرؤى المحمودة فالجرجير الأصفر في المنام يدل على زوال الظلم وانتهاء المشاكل التي يمر بها الرأي وقت رؤيته لهذه الرؤية لما ترى المرأة الحامل الجرجيري الأصفر هذه الرؤية أحيانا من الممكن أن هي تدل على فترة من الضعف ويعني القضية هنا بتبقى قضية الضعف الجسماني بسبب الحمل من الممكن أن هي تدل على أن هي هيصيبها بعض الهزال أو الضعف يعني الموضوع خاص بالصحة لكن الرؤية ليست مزمومة لكن هذه الرؤية التحذيرية تخلي بلها من صحتها رؤية المرأة المتزوجة للجرجيري الأصفر في المنام يدل على فترة من فترات الفطور في محيط الأسرة أو البرودة في المشاعر عدم الإحساس إلى آخر هذه الأمور الجرجيري الأصفر بالنسبة للبنت العزباء هذه الرؤية تدل على أنها تمر بعلاقة غير صحيحة ومع شديد الأسف طيب علماء التفسير قالوا بأن أكل الجرجير في المنام من الدلالات المحمودة هذه الرؤية لها معاني محمودة إن شاء الله تبارك تعالى أكل الجرجير للرجل المتزوج يدل على يعني سبحان الله العظيم إذا كان هذا الجرجير لونه أصفر هذه الرؤية تدل على فقدان بعض الأموال أما بالنسبة للمرأة المتزوجة أكل الجرجير الأصفر يدل على التعرض لبعض الأزمات أكل الجرجير الأصفر للبنت العزباء ربما تدل هذه الرؤية أن هناك خلافات ستكون موجودة في حياتها أما قضية شراء الجرجير في المنام بالنسبة للبنت العزباء هذه الرؤية تدل على أن هذه البنت تشعر أحيانا بقضية اليأس والاستسلام في أمر ما موجود في حياتها رؤية البنت العزباء وهي تشتري الجرجير هذه الرؤية تدل على أنها سوف تتعرض لبعض الفترات الموجودة في حياتها من الممكن أن يكون فيها ضيق وهموم وأحزان ومع شديد الأسف الجرجير الأخضر هو المحمود في المنام وأنا ركزت في الكلام عن الجرجير الأصفر لأن اللون الأصفر بطبيعة الحال غير محمود لكن كان أول رؤية ذكرتها في اللقاء ده أن هي تدل على أحيانا على زوال الظلم والمشاكل التي يمر بها الرأي في حياته تدلونا في اللقاءات القديمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا